طيب بمناسبة الأرقام عايزة أقول حاجة بتحصل لي بشوفها كتير قوي وأنا بحلم وبعد كده بشوفها في الحقيقة ما بقاش فاهمة ده إيه جميل بشوف دايما أرقام يعني واحد 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 اتنين 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 اي تلات أرقام ورا بعض بشوفهم على الطول في الحلم ويبقاش يعني ما يبقاش ليه علاقة بالحلم يعني ممكن تبقى لوحة محطوطة اتنين 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 ماشي في الشيرة لا مش رقم بعينه بس دايما يعني متكرر خمسة 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 بص حضرتك المسألة دي وبشوفهم في الحقيقة دايما على طول من غير قصد ده ايه ده بتشوفيه في الحقيقة اه كل يوم يوميا في المنام وبشوف في الحقيقة ويرجع على تحقق يعني بس قصدي ان نفس الفكرة دايما في الحقيقة برضو ممكن في اليوم تحصل لي ست سبع مرات اشوف تلات أرقام متتاليين انت بتنامي كتير كده؟ لا انت نايمة طول اليوم لا والله عمدا بس بجد يعني استهربت الموضوع ده جدا حتى دخلت على الانترنت بحاول افهم ايه معناه ان انا بقى بشوف الارقام المتتالية حكاية الانترنت دي واللي يخش على المواقع واللي يخش معرفش ايه خلي بالك ان الكتب معظم الكتب اللي موجودة في السوق مؤلفة ومنسوبة الى علماء لم يعلموا عنها شيء ولم يكتبوا فيها زي امام ابن سرين ابن سرين كل اللي مذكور عنه وكل ما هو مذبوط تحت ايدينا صحيح حداشر رؤية فقط طب ايه بقى الكتب المجلدات اللي معمولة دي بقى ناس قاعدة حضرتك بتقلف وتشوف اللي يجي على هواها يبتدوا يحطوه ده بقى السبب حاضر موضوع الارقام دي بيسموها رؤية صادقة اللي تشوفيه في المنام بتشوفيه في الواقع وليست في الارقام فقط ممكن تشوفي احداث لناس تحدث معاهم فعلا فين حصلت حصلت وكلمت حضرتك قبل كده كلمتك وحكيت لك وقلتلي نفس الكلام ده بس انا يعني بس دي كانت حاجة يعني حلمت بحد بيحصل له موقف معين ولقيت الموقف ده بيحصل لك انا مش فهمة ايه دلالة الارقام يعني فين الفكرة ان انا بقى شوف الارقام دي وشوفها الحقيقة الأرقام المكررة دي احداث مكررة بالنسبة لك انا عايزة اخرج من دايرة معينة حينما تختلف الارقام تختلف الاحداث ما اختلفتش الارقام يبقى الحياة ماشية على واتيرة واحدة انا عايزة اغير فيها بس مش اقدر اغير فيها دلوقتي انما هتتغير رما تواجد الطريق يبقى انا همشي فيه انت معايز ازاي بس التكرار معناه ان انا لسه ايه عايزة اخرج من المسألة دي او الشيء ده بس انا لسه قدامي فترة على مخرج منها فما تستعجيش انما الطريق موجود لو وجود الارقام معاكل في المنام فيه بقى ناس بتشوف رقم 3 ورقم 7 ورقم 10 كل رقم ليه دلالة او ليه تفسير اه لها دلالة انت الحدود بتاعتك لغاية 1000 طيب فيما عدا الالف يعني مثلا هتشاف رقم 12 في المنام بتجمع الاتنين زائد الواحد يبقوا 3 طيب 3 ده دلالته ايه تلالة على التوفيق والتيسير وهدوء الامر بالنسبانه اه رقم مثلا 17 بتجمع السبعة زائد الايه زائد الواحد وهكذا جميع الارقام بتجمعها يديك دلالة واحدة ويديك مدلول على يحصل فيه الواقع للاشتراك زوروا موقعنا الفا تي في دوت كوم او اتصل على الارقام التالية الفا قنوات الاسرة العربية اشتركوا في القناة